موسيقى استعاد سباحكم مشاهدينا وكل من انضم لمتابعتنا في فلسطين هذا الصباح في هذه الفقرة نتحدث عن قيام الشرطة الفلسطينية بضبط حوالي تن من الألعاب والمفرقعات النارية المحظورة طبعا في ضاحية أطيرة نتحدث عن هذا الموضوع وعن مخاطر هذه الظاهرة خاصة مع فصل الصيف العطلة المدرسية مواسم العراس والمناسبات وأيضا الثانوية العامة نرحب هنا بالستوديو بالعقيد حقوق عمر البزور مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة يسعد صباحك يسعد صباح جميع المشاهدين زميلنا نمر عبد الرازق رفق شرطة أثناء القيام بهذه الحملة لننتبع سويا تقرير نمر ونبدأ الحوار معك صدرت الشرطة أكثر من طن من الألعاب النارية في محافظة رام الله والبيري ضمن حملتها في محاربة هذه الظاهرة التي تتسبب بإصابة أكثر من 200 مواطن سنويا بجروح وإعاقات مختلفة حيث يطلق المواطنون الألعاب النارية في المناسبات السعيدة والأفراح التي تتحول في العديد منها إلى أحزان بسبب هذه الظاهرة نحن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة تنضب تقمية كبيرة من المفرقعات حوالي أكثر من طن نحن بدورنا بهندسة المتفجرات نكون بإطلاف هذه المفرقعات بقرار رئاسة الوزراء لأنها يحضر المادة بيعها أو التجار فيها يجرم القانون التعامل في المفرقعات والألعاب النارية ويعاقب عليها بالسجن الفعلي الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات حيث يهربها بعض التجار بطرق ملتوية بعد استيرادها من تجار إسرائيليين وتعمل وحدة خبراء المتفجرات ساعات طويلة في تفكيك هذه المفرقعات وتجميعها بمكان آمن ليتم إطلافها بعيدا عن منازل المواطنين هذه المتفجرات العلعاب النارية خطيرة جدا إحنا بنيجي في طرق إلنا طرق فيها لنحفظ أمان إلنا من كيم الشحن المتفجرة اللي فيها وبنبعد عانا ونحطه في مكان آمن إلا إحنا ما ننظر نوخذ احتياطاتنا اللازمة وبالنشان إيش ما يكون في حد في المكان برضي ننظر منها نوخذه في مكان آمن وبعيد منكم بتوعية شاملة في المدارس على مدار الساعة ومنكم بشرح تفصيلي عن خطورة هاي المواد اللي قد تسبب كما ذكرنا لا سمح الله بالوفاء أو بالإعاقة تنفق فلسطين أكثر من 20 مليون شيكل سنويا كأثمان للألعاب النارية ما يشكل هدرا للمال ويلحق الضرار بالاقتصاد الوطني نهيك عن تسميم الأجواء بالغازات التي تنطلق من دخان المفرقعات وإطلاف الممتلكات والمبالغ المالية التي تصرف على علاج مصابي هذه الظاهرة هي نوع آخر من التجارة بأرواح المواطنين تتطلب الوعي لدى الجميع لعدم التعامل معها ومعاقبة كل من تسوي له نفسه بيعها لأطفالنا لبرنامج فلسطين هذا الصباح نمر عبد الرازق تلفزيون فلسطين شكرا لزميل نمر على هذا التقرير وأرحب مرة أخرى بالعقيد حقوقي عمالي بزور مدير شرطة محافظة رام الله والبير أهلا وسهلا فيك مرة أخرى والمشاهد اللي شفناها وحوالي 1000 طن من المفرقعات والألعاب النارية وشفنا حجم الدخان المتصاعد وبالتالي لا سمح الله إذا تم وصولها إلى الأسواق وإلى المواطنين نحن نتصور الضرر حدثنا شوي عن متابعة هذا الموضوع من قبل الشرطة يعني بالتأكيد الشرطة حسب تعليم القيادة والقوانين السارية في أراضي دولة فلسطين تقوم بعدة إجراءات من أجل حد من الظواهر السلبية في مجتمعنا وخاصة الألعاب والمفرقعات النارية حيث يتم إدخالها ومحاولة ترويجها خاصة مع بداية العطل الصيفية مع موسم الامتحانات الثانوية العامة وقرب حلول شهر رمضان الكريم كل هذه الأمور يعني تؤدي إلى محاولة جلب هذه المفرقعات وترويجها هذه من الظواهر السلبية التي تعمل الشرطة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية على مكافحتها لأنها تشكل الضرر والأذى وتشكل خطرا على السلام العام للمواطنين لذلك إجراءات نصاريمة بهذا الموضوع كما شاهدت بهذا بعد تفكيكها من قبل وحدة هندسة المتفجرات ومحاولة تخفيف حدة الانفجار إلا أنه كما لاحظت الانفجار قام بضخم وقوي وكان في منطقة نائية استطعنا حتى لا نؤدي أحد من السكان حكينا شوية عن وحدة المتفجرات وعملها في مثل هذا النوع من الملاحقات والمتابعات وهذه المرة متحدثة عن موضوع المفرقعات والألعاب النارية يعني وحدة الهندسة بناء تعليم السيد للوع حزم عطلة تم تأسيسها بداية عام 2008 في الشرطة الفلسطينية وهذه من الجنود المجهولين الذين يعملون ليلة نهار من أجل درء المخاطر التي تواجه المواطنين هناك مثلا متفجرات أو أشياء من مخلفات الاحتلال وغيره يتم التعامل معها بعد إبلاغ المواطنين عن اكتشافها كما لاحظت هذه تابعون أيضا موضوع الألعاب النارية استغرق هذا العمل منهم مدة شهرين حتى استطعوا تفكيك هذه الألعاب حيث لا تؤدي لأنه أيضا نخزنها في مخازن مديرية الشرطة حيث لا تؤثر على أفرادنا وضباطنا قاموا أفراد وحدة الهندسة بتفكيكها وإخراج شحنات المتفجرة من داخلها الشرطة بدورها زيادة على موضوع متابعتها للبلغات من المواطنين لوجود مثل هذا النوع من الأنشطة المحذورة أيضا تقوموا بجولات تفقدية في الأسواق في المناطق كنتم في الأغوار كنتم في عدد من الأماكن خاصة أننا في ذل ذروة هذا الموسم بالتأكيد الشرطة من خلال دورياتها المنتشرية تتابع كل الظواهر الغير قانونية والسلبية في المجتمع نحن أيضا نتابع الأسواق العامة بالتعاون مع البلديات في مدنيتي رمالة والبيري وبيتونيا أيضا خوفا من عمليات الناشل أو السرقة والاعتداء على الأرصفة أو الشوارع العامة كل هذا يتم بالتنسيق مع البلديات أيضا من أجل حفظ الأمن والأمان يتم نشر أيضا الدوريات في جماعة عنحاء المدينة إضافة إلى متابعة كافة القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم الفلسطيني يتم تنفيذها أيضا نصل إلى الريف الفلسطيني من خلال مراكزنا المنتشرة في أنحاء عدة كرة من محافظة رمالة والبيري حيث يتم التعامل مع كل الظواهر خاصة أيضا موضوع الحكوم المحلي حيث يتم الاعتداء على الشوارع والبناء بدون ترخيص يتم التعاون مع الحكوم المحلي من أجل وقف هذه الظواهر من النجوة على موضوع الألعاب النارية متحدث شوي عن التجار والمهربين اللي بتعاملوا في هذا الموضوع القانون الفلسطيني واضح ويحضر الشراء أو التعامل مع الألعاب النارية بقي عنا طريق التهريب أو الطرق غير القانونية الشرطة كيف تتابع موضوع التجار وأصحاب النفوس الضعيفة اللي بتاجروا في هذا الآفة؟ يعني أن إدارة المباحث العامي بالتعامل مع كافة إدارة وقسام الشرطة تتابع محاولة بعض المواطنين إدخال هذه المواد إلى المدن الفلسطينية هناك بعض الأخوة المواطنين يستغلون عدم وجود سيطرة الشرطة الفلسطينية في بعض المناطق فيما يسمى سيه يتم إدخالها من هذه الطرق لكن المباحث العامة بالتعاون مع الأخوة في الأجهزة الأمنية الأخرى المخابرات الوقائية يتم ضبط أي مواد يتم إدخالها من هذه المناطق حتى لا تدخل إلى مدن الفلسطينية يعني هناك متابعات حديثة من خلال المعلومات التي ترد إلينا وبالمناسبة نشكر المواطنين اللي بتعاونوا معنا في هذا المجال يعني هناك المواطنين 99% من معلوماتنا التأتي من المواطنين هذا يأتي من الثقة الموجودة بيننا وبين المواطن ويعتقد أو المواطن يعتقد جازمة أن الشرطة هي موجودة لخدمته وفي سبيل راحته والصهر على أمنه وننأكد أيضا أن القانون يجرم من يتعامل في موضوع الاتجار بالألعاب النارية وحتى يعني في المناسبات المواطنين اللي بيستخدمها أيضا القانون يجرم ويعاقب على هذا الموضوع بالتأكيد هناك قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني يجرم ويحضر بيع هذه المواد أو تداولها أو إطلاقها أو الاتجار بها لذلك نحن ننفذ هذا القانون أو القرار ونمنع كل من يحاول إدخال هذه المواد ويتم ضبط وضبط هذه المواد وتقديمه إلى النيابة العامة لينال جزاء وحسب القانون منذ تجريم التجار بالألعاب النارية والتعامل معها برأيك هذا الموضوع أو هذه الظاهرة هي في تناقص في المجتمع ولا زلتم ترصدوا حالات ولا زلتم للأسف لا يوجد الوعي الكافي من قبل المواطنين في التعامل معها وفي استخدامها في مناسباتهم مختلفة الحقيقة هي في التناقص المواطنين بدأوا يحسبوا هذا الحساب لمتابعة إجراءة شرطة حيث لاحظنا أن بعض الأخوة المواطنية الجوون إلى بيها بواسطة الشنطة أو بواسطة الأطفال لا يستطيعون عرضها في محلاتهم نتيجة متابعة الشرطة الدائمة لمنع هذه المفرقعات من الدخول إلينا في موضوع التوعية للمواطنين للأهل خاصة الأطفال أيضا للأسف في بعض الحالات نشوفهم هم بتعاملوا معها مباشرة بيقوموا بإطلاقها وشاهدنا الكثير من حالات الإصابة بطر الأطراف بدنا رسالة توعوية للأهل في ضرورة عدم التعامل مع هذا الموضوع أو إشراك أطفالهم في هذه المفرقعات يعني بالتأكيد الشرطة تقوم بدورها التوعوي في هذا المجال من خلال محاضرات التوعية في جميع التوعية المواطنين خاصة من خاطر المتفجرات وهذه المفرقعات من خلال المدارس والكليات والجامعات وكذلك نوعيهم في موضوع المرور أيضا وكيفية قطع الطرق وإشارات مرور الالتزام بقوانين السير من خلال هذه الأمور أيضا يقع دور على الأهل أيضا شاهدنا في العوام الماضية كيف حصل هناك بتر في الأيدي كما ذكرت وتشويه وإصابات خطيرة لذلك على المواطنين أن يبعدوا أطفالهم عن اللعب أو العبث بهذه المفرقعات وإذا كان هناك مناسبة تستدعي الفرح يستطيعون التعبير عن مشاعرهم بطرق أخرى بحيث لا تؤدي إلى إذا أنفسهم أو إذا المواطنين الآخرين أو إقلاق أو إزعاج المواطنين الآخرين هذا مطلوب من الأهل التعاون وإبلاغنا عن أي حادث يسبب الضرر أيضا أي شيء يسبب الضرر أيضا هو ممنوع قونونا وممنوع شرعا لذلك على الأخوة المواطنين الالتزام بذلك والإبلاغ ونناشد الأخوة التجار بعدم إدخال هذه المواد إلى المدن الفلسطينية شكرا جزيلا لك العقيد حقوقي عمالي بزور مدير شرطة محافظة رامالله والبيرة ودائما نتمنى من المواطنين يكون في حس المسئولية موجود لديهم لأن هذا الموضوع في الأخير ضرر ولا نريد ضرر ولا ضرار على المواطنين جاهدينا إلى فاصل شكرا